كتنش خلنا نروح له اتقل بالمنتخب لمرحلة ثانية يعني بتصفيات النتائج جيدة شنو قرار صعب استبداله شنو ليش ده نخذني المرحلة زينة يعني مكان ما طول احتكاكه مع اللاعبين ويفهمهم ويفهم نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم حتى يقدر يصير مثل نقول بينهم تناغم استبداله كان قرار صعب هو شوف دائما ادنى مثل بالعراق يقول ليموت يصير الرجينات اطوال اي اول مرة سمعه بصرحة اي اي مثل ادنى دارج احنا بالجنوب يعني رغم مساوية رغم كل شراء هذا لكن هو بعد فلان هلتشان وهلتشان احنا ما كنا مقتنعين كشارع رياضي وكوسط انه كاتنج هو رجل مرحلة لكن من فقدنا حسيني انه هذا الرجل كان هو الرجل اللي مناسب اها مناسب لهذه المرحلة اذن ما تعرف خيري لا تجرب اه لا تجرب غيري بس هو عنده عنده اخطاء يعني فترة كاتنج حتى نكون واقعيين احنا البدل الخفاض والتدني بنوستوى منتخبنا الوطني تقريبا بعد مباراة اوز باكستان ومع كاتنج المشاكل اللي مر بها كاتنج هو عدة مشاكل اولها اعتمد على مجموعة لاعبين صاروا ضرب من مستوياتهم مخيف صفاء هادي بشار رسل مهند ميمي نصاب كثير من الاسماء اللي هو كان يعتمد عليهم بشكل اساسي وكان متعود انه يشركهم كلاعبين اساسيين موسع القاعدة احمل المغتربين اللي كانوا ممكن ان يكونوا حلقة مهمة في المنتخب الوطني ما نطعهم فرصة في وقت سابق احنا ما نجي في خلال التصريات شكرا عرص دعاء لاعبين بكثرة هو ليه ذكرتك سيد رائد واحنا هذول اللاعبين اللي ذكرتهم صار اكدرب في مستوياتهم فاضطر الادوكات ان يغير التغيير بالتوقيت هذا خاطئ فنيا اتكلم انت في غم التصفيات في داخل التصفيات وتصفيات على مستوى عالي اتكلم كأس عالم مع منتخبات محترمة مثل كوريا وايران وتجري عملية التجديد هي خاطئة بكل المقاييس لكن انجبرت عليها انجبرت على هذا التغيير ما عندك حل غير انه انت يجب ان تغير كل مدرب الى فكر خاص به كل مدرب الى رؤية مختلفة عن الباقي خل نقول اللاعبين يعني ما يستوعبون التغييرات بالمدربين بانه هذا راح يؤثر وينعكس على داهم كلاعبين يعني كل مدرب يجيون انا فكر ثاني اجي مدرب انا فكر ثاني هذا ما راح يقدم كل تأكيد كل مدرب الى فلسفة وستراتيجة وهذا يحتاج الى وقت حتى ممكن ان يترجم او ينقل افكار لللاعبين وذكرت لك هذا التخبط في عملية تغيير المدربين كان تأثيره سلبي على اداء منتخبنا الوطني يعني انت حتى تغيير اللاعبين بحد ذاته هو تغيير سلبي نحن نتكلم برغم انه كان مجبر او تغيير يعني مضطرين عليه لكن انت يجب ان تغير بس هو تأثيره سلبي جو الاستقرار من وجد في المنتخب الوطني استقرار من كل النواحي لا التدريبي لا لاعبين ولا حتى الاداري اشتركوا في القناة